فرحب بحضراتكم مرة ثانية وزي ما كنا منتكلم معاكم طول شهر رمضان حياة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتقدم لنا وجبة دسمة جدا 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 وثارية جدا الحقيقة خلال الموسم الرمضاني كان فيه مطشاط مباراة كده ما بين الأعمال الدرامية بكل أنواعها وبكل قططها وواحد من أهم المسلسلات دي كان مسلسل سوق الكنتوم سوق الكنتوم من أكتر المسلسلات اللي تربعت على العرش الموسم الدرامي السنة دي مسلسل وصف النقاط باللوحة الفنية اللي رسمها صناعوا بشكل مبدع ومميز أشاهد بيه كمان الجمهور الحقيقة بعد ما شافوا مباراة تمثيلية رائعة بين نجوم العمل أمير قرارة ماي عيز الدين فتحي عبد الوهاب وأيضا جميلة منوارنا نهاردة في صباح الخير يا مصر الفنان الموهوب شريف إدريس اللي أبدع في دور رجب ضمن أحداث العمل منوارنا يا شريف كل سنة وأنت طيب طيبة بصحة وسلامة ومصر كلها بخير وكل الناس بخير هيا أنا سعيدة جدا أنت معي النهاردة يمكنني أنا وإنت كلنا نتكلم قبل الهوا وقال لك أنت وش كبرنا معي يعني أنا بالنسبة لي الشريف حضرته من أعمال يعني هو كبر معي بتفرج عليك منو أنت صغير وبعدين دلوقتي ما شاء الله لما جاء الدور في سوق الكنتو سوق الكنتو يعني مجرد الأسماء اللي موجودة فيه لما بتخش كده في الأول بتحس إنه لأ ده أنا احنا هنا زي ما كنت بقول من شوية مباراة فيه متش بيتلعب في التمثيل لما جاء لك الورق واتعرض عليك الدور إيه أول حاجة جات في بالك بص يا وقا بسم الله الأول وأنا بحمد ربنا إن أنا اشتغلت في عمل كبير زي ده تأليف أستاذ هاني سرحان إخراج أستاذ حسين من البناوي النجوم بقى ما تعديش أستاذ أمير كرارة أستاذ فاتح عبدالوهاب أستاذ أمي أستاذ محمد عبدالعظيم تامر نبيل وإسلام حافظ وحمد جميع كلهم يعني ما شاء الله فأنت دخلة منافسة كبيرة دخلة تقفي وسط ناس نجوم حقيقين وممثلين تقال مش بس نجوم كبار لا ممثلين تقال فأنا بحمد ربنا قبل أي حاجة أنا اشتغلت في المسلسل ده المسلسل ده لي معزة خاصة في قلبي جدا الدور لما قريته كان بالنسبة لي عارفة عايز أعمل حاجة جديدة عايز أرجع للنس بشكل جديد عايز ده كان أول حاجة فكرت فيها وأخد سكة لوحدي يعني لأن كان معي برضو إسلام حافظ وأحمد جمال أصحابي فكل واحد فينا كان عايز يتميز وده حق وحق كل واحد بس فأنا يعني الحمد لله أن أنا يعني أخدت سكة بتاعتي وأستمأ أخدت سكة بتاعت الرومانس الجميل الأحمد جمال خد سكة الجدع الشهم وأنا أخدت سكة الندل طيب قبل منتكلم بقى عن إزاي خدت السكة دي في قصة كده كنا منتكلم فيها قبلها وسر كده أن والدك الله يرحمه طبعا كان بيشجعك كان على الدور ده تحديدا وكان مبسوط بي جدا الحمد لله الله يرحمه ربك الله يرحمه هو كان يعني أنا كنت بعيد شوية وخدت قرار أن أبعد وهو كان نفسه أن أرجع والحمد لله أنا رجعت في عمل زي ده فهو كان حبه جدا وكان فرحان جدا الله يرحمه بس ما شقش القدر يعني أنه هو يتفرج لا بس هو أكيد حاسس بيك وأكيد فخور بيك ويمكن أنا مش قصدي أن أدخل طبعا في خصوصياتك بس كنت حابة أوجه له الشكر طبعا ونترحم عليه هنا كلنا وهو أكيد فخور بيك زي ما كمان فخورين بيك حمد نرجع بقى للسكة سكة الشخصية اللي أنت قلت عليها الشخصية النبلة هم 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 يعني طبعا أستاذ هاني سرحان كاتب الدور حلو وساعدني طبعا أتنين بوجه لهم الشكر أستاذ حسين منباوي وأستاذ أمير قرارة يعني الأتنين بصراحة كانوا تشجيع مستمر تفاصيل أستاذ حسين ما بيعديش تفاصيله صحيح لو فعلا وقفة قدامه ومش قادرة وتعبانة وهو هيعمل اللي هو عايز وهو مش هيقوله نكست غير على اللي هو عايز وشايفه صح فده لما بيبقى في ظهرك مخرج انت وثقى فيه وبيهتم بالتفاصيل ده بيساعدك جدا طيب التحضير خد منك وقت قد إيه يعني كمان احنا عارف لما بني نسمع عن مسلسلاب بتتعامل دلوقتي وممثلين أو فنانين بيقوموا بأعمال موجودة دلوقتي في وقتنا الحالي سهل ان هم يعيشوا الشخصيات أو حتى ينزلوا في أماكن التصوير يقدروا يعيشوا الشخصيات اللي يمثلوها بس احنا رجعنا مئة سنة الوراء ازاي قدرت تنقل الوقت ده بالشخصية دي يعني انت كمان محطوط في خلينا نقول في إطار بوقت معين بشكل معين طريقة كلام معينة ألفاظ معينة وصف الشخصيات على الوراء برضو أستاذ هاني يعني بتاع تفاصيل يعني في الكتابة بتاع تفاصيل وهو متميز أو متمكن جدا في الفترات التاريخية فده ساعدني بلس ان كان معنا ستايلست كمان أستاذة ماروة عبدالسمية مذاكرة الموضوع كويس جدا وده ساعدني الأجواء نفسها لما بتخش وتشو في الزملاء وهما لابسين فده بيساعدك انك تفهى التمثيل ان انت تفهم الكلام اللي انت بتقوليه صحيح وتحس بيه تفهميه وتحسيه فيترجميه على الشاشة في أدائك هو ده التمثيل بكل بساطة انت بتقري حاجة بتفهميها بتعايشيها بتحط نفسك مكان الشخصية والأجواء بقى بتساعدك هدوات مساعدة طبعا اه طبعا في حاجات كثيرة بتساعدك طب شيف بقى لما شفت الـ الـ وقاريت الـ اكشن مشاهد اكشن كثير قلقت ولا بقلقتش ايه اللي حصل قلقت طبعا لانا يعني انت شايف ده مش مش شكل اكشن خالص يعني بس يعني كان معنا كابتن عبد الله وكابتن شيحة هم يعني بيصمموا المعارك في المسلسل والأكشن وكده بلاس أمير يعني أمير كان بيسعدني جدا ويقول لي ويوجهني اعمل ايه لانا هو طبعا أستاذ في الموضوع فالحمد الله اتلع شكله كويس يعني انا مبسوط به جدا لا شكله هاي الحقيقة مش بس كويس حكي عليها انا والله العظيم ابدا لا لا بقول لك الحقيقة طيب اقول لك على حاجة تانية بردو انت وانت بتتكلم معي دلوقتي قلتلي ان امير كرارة ساعدت جدا في المسلسل ازاي بصي في ممثل او يعني في نجم بيجي شغله وبس كريم اه سوري امير انسان كريم حتى في شغل بمعنى لو انا مثلا في حاجة مش مزبوطة هيجي يقول لي لو شايف حاجة في مصلحة الشغل ممكن جملة يشيلها من عنده ويدهالك يعني بيتابع تفاصيل الشغل مش بس مشاهده او مش هاته اه لأ وكمان جوه الشغل يعني احنا بنصور مثلا ممكن يشيل من عنده مشهد كامل علشان هو شايف انه هو في مصلحة الدراما وفيتكلم مع استاذ حسين فيقول له طب احنا نعمل كذا او نعمل كذا يعني مثلا احكيلك حاجة في مشهد الخناقة بتاعت الحلاء الايطالي كانت مكتوبة الخناقة انه هو بيقف وانحنا بنبقى على جنب انا وحمد جمال كل واحد يناسك واحد بيتخانق معاه وهو في النص فهو اقترح على استاذ حسين ان لأ احنا لازم نبقى مع بعض احنا ظهرينا في ظهر بعض فبقينا معاه في الخناق ان الموضوع فهو كريم في الشغل وفي الحياة وبني ادم يعني انا ما شفتش قلطف منه بصراحة طبعا دي نقطة مهمة جدا لانه دايما لما بيكون في الروح دي موجودة في اي تصوير بتطلع في العمل نفسه يعني بيبان العين ما ينفعش حد عين واحدة تتابع كل التفاصيل لازم يكون فيه اكتر من عين وتكون عين امينة طبعا طبعا طيب لو هنتكلم على اصعب مشهد شريف عمله في المسلسل مشهد الحجز كان ايه اصعب حاجة فيه اصعب لحظة فيه هل فيه لحظة حسيت ان انت خرجت من المود مثلا مش عارف مش عارف تعمله باي اداء لانه ممكن يكون احساس معين ممكن تعمل بكذا اداء بص اه في مشاهد اللي بيبقى فيها حزن او او بوكة لو ما كنتش صدقة الجمهور بيش هيصدقك صح وبتبقى ارتفيشل انا مشهد الحجز اه انتم صاموا ما تنكده على يعني في اول مرة اقول الكلام ده بصف مشهد الحجز تحديدا اه كان فيه حد من الموجودين في الحجز اه كان قاعد قاعدت والدي الله يرحمه الله يرحمه اخر مرة شفتوا فيها الله يرحمه فاجت فاجت من جوه فقا يعني هو الله يرحمه وصدقني انا انا يعني فكرة ان هو اشجعك على دور ده وبسط به ده اكبر هدية واكتر حاجة حلوة ممكن تكون حاصرة معك ده يمكن يكون هو ده سبب نجاحك الحمد لله طبعا بجانب يعني المجهود اللي بازلته اللي كان واضح الحقيقة طيب اه ايه الادوار اللي شريف تحابب يلعبها بعد كده وهنتكلم في حاجة فرايحة اهو اهو اتقالك على حاجة مش هنكد خلاص الله يرحمه الله يرحمه ويعني سيد دانيو في مكان احسن بكتير من هنا انا عارفة ان من الباشر اللي احنا عايزين نسمعه ونبتعبنا من نسمعه بس طيب اه لو ممكن بس نارت حتى بعض المشاهد من مسلسل سوق الكنتو بعدين بس اصبروا علي انا الدكانة دي هخليها حاجة تانية خالص هوضبع طوضيبة هخلي كل الناس تحكي وتتحكي عنها بعدين عندي واضخة واجأ بيدهن ايدو تلفف حدير وهشوف نجار كويش يعمل لنا بقى فاترينا كده في الوش ويمنع المحل كل مريات حاكم الستات برضو بيحبوا يفوت فارجوا على المراهة كده على نفسوهم طب قم ناسفة المراهة بقى هنفتر ايه عشان احنا ورانا شغل اكتير نفتر انتو انا وعد افكر في الدكانة ماشي يلا بنا عشان نفتر رجل اه ايه الاخبار طاله استديم العربون والباب الاجل كمان الاجل لا طاله انت معك في المستهريب اللي فات ما عرف انا بعمل يا رجل يا راجب ايه غريب اتفضل لا اوافع عليكم اوافع يا حبيبي ازاك يا مصال ازاك يا حبيبي اتفضل تشربوا ايه؟ ولا اي حاجة تسلم احنا جاينا لطقف كلمتين ومشينا على طول يا فش مشينا على طول تعالوا تفضل قوض انت ابن حلال ماشي السيدك الترخيرك بسش معنا تفضل ده ايدي؟ دي فلوسة اتصرفنا فيها احي النواية تسند الزيار والله مش عارف اقول لكم ايه بتقولش حاجة احنا اخوهد يا جدعة احنا مش هينفع نواف نتفرج عليكم انت في الظروف دي انت بخيركم بقولك ايه؟ ضريب اللي حصل مش قولنا مش هنقول حاجة دلوقتي هو ايه اللي مش هتقوله حاجة؟ ايه يا رجل ايه زي ما تبعنا المشهد ده ايه ذكريتك من المشهد ده؟ اه بصنا زكرياتي في المسلسل كلها حلو احنا يعني مفيش مشهد في المسلسل ده مفيش ذكريات حلو اه طبعا هزار وضحك وهو كل شيء يخش يقول لي هدمرك واجه طب فكر موقف معين احيان لوكيشنز دي تبقى لطيفة جدا خاصة لو زي ما انت كنت تكلم الروح بين الكاست او بين النجوم الموجودين تبقى روح حلوة وفيها اه صداقة وزي ما كنت تكلم امير كان بيساعدك وانتوا بتساعدوا بعضا كيف كان في مواقف حد بيعمل مقالف حد حد بيعمل حاجة يعني طبعا احمد جمال سعيد ده حاجة حاجة جميلة احمد جمال سعيد ما شاء الله عليه طويل فانا جنبه وطالع صاحبي في المسلسل ومعظم الوقت مع بعض واسلام حافظ برضو طويل فاحنا بواف وسطهم كده وامير طبعا في الاكشن يجي يقول لي انت بروسلي فانا بالنسبة لهم حتى تلاقي اسلام في مشهد بيقول لي لحقني يا رجب في اخناقة فانا لحقك ازاي يعني لا بصي كواليس المسلسل ده حقيقي بجد كل الناس يعني من اول عامل البوفيه لحد امير كرارة واساس حسين حاجة يعني بجد ناس يعني قمة في الجمال والرقية في التعامل والشركة كمان شركة سينيرجي كمان بجد الناس بتوعها هايلين جدا جدا يعني كانوا موفرين كل حاجة وبنتعامل في اجواء عظيمة الروح كانت ظاهرة الحقيقة يا شريف بس انا برضو متابعك وشايفة كده في شوية هزار انت واحمد وفيق على السوشيال فيديو ايه موضوع انا ايه موضوع تقالي تعلم من الاكشن بتاع ايه ده اه بصي وفيق اصله ده عشة عمر يعني فانان جميل طبعا وجهة لكل التحية اه اه كل سوان طبع وفيق يلا يلا اه بس كده عميقة او اصل الفترة اللي فاتت كده عملكت بحاجات عميقة بص احمد وفيق اخويا يعني من اصدقاء المكرمين جدا جدا واحنا عالسوشيال ميديا دايما نخش نبوز بوستات بعض ابقى كاتف حاجة بجد جدا دي بتبقى مشكلة على فكرة اه فيخش هو يهزر خلاص البوست وبعدين بقى عندنا جمهور يعني امستني بايشو بالخلاقة تابعنا والناس تستنى ان احنا نعلق عند بعض ولو هو اختفى شوية يبعتولي يقولي لا احمد وفيق فين يا جماعة ومش ابن اختي يعني ويبعتولي ويقولوه شريف فين فلاق وفيق دا حتة الواحدة طبعا ربنا يخليكو البعض بس بما ان احنا يعني في العيد اول ايام العيد بصاحناك بدري وقلتين انت نايم ساعة واحدة بس هل دا معناه ان انت مش هتخرج الاسرة الكريمة في العيد لا اهو في العيد ما بنخرجش خالص اه لا يعني خروجات عائلية بتاع كده بس بنخرج يعني انا ان شاء الله ما تحستيش بالزمد اه انت بصي انت النهاردة بجد شريرة جدا ليه ارجو عشانها لسه متخانق في البيت على موضوع خروج لان انا لو بقالي فترة بصور فما بنخرجش هل انا اعرف حاجة عن الخلاق انا ما اعرفش حاجة عن الخلاق بس حسين ما شاء الله عليك بجد انا حسينتك بتدي مقدمة انا نايم ساعة وهروح نايم حسينتك بتدي مقدمة رسالة معينة ما فيش خروج صح يعني اه مرسي يا جمالة مرسي انت جاءت انت عظيمة بجا انا بهادي الدنيا يعني بهادي الدنيا بحاول طب العيدية اه لا العيدية خدوها السلطة خدوها انت عندك طبعا ثلاث اولاد وردين وبنت ما شاء الله ربناي خليهم لك عندي عمر وجواد دول توينز وعندي حبيبة الكبيرة ست الصبايا دي ربناي خليهم لك ربناي خليهم لك اه حبيبي مش هتخرج من فلايب برده يا اه يعني احاول اعمل ده بس احنا عشان الزحمة بس يعني فكرة الزحمة دي بمش احبها طيب قولي بقى انت كنت بتقضي العيد ازاي انت فنان بقى من وانت صغير وما شاء الله التليفزيون والسينما وكان فيه مصلحية كمان كانت باديجارد اه صح كنت بتقضي العيد بتاعك ازاي زماني اه وانا صغير اه نايم اه والله ما بحبش اخرج في العيد يعني ده وانا صغير في العيد بقى لما اكبرت طفل نايم يعني مثلا اعمل مسرح كنتبع ارد طب فيه حد كان بيسأل عليك في العيد يعني طفل نايم لي اه بنا ما بحبش اخرج في العيد كنت بقضي العيد في البيت يعني هو يوم الوقفة ده بالنسبة لي كان العيد اخرج مع اصحابي اعفاد بره مع اصحابي ونرجع للصفح نصلي العيد ونتبع من يه لا ما يعني مش دي القضية يعني يعني مش موضوع العديد مكنتش بحب اخرج وحس ان فيه حاجة روتينية اه يعني مش عشان لازم نخرج اه فهي كانت تجميعتي مع اصحابي واحنا صغيرين سوري في يوم الوقفة هو ده العيد بالنسبة لي طيب لبس العيد كحك آه لا لا كنا بنجيب كل ده موجود آه كنت بعمل كحك مع ماما الله يرحمها رفض آه ووادي السجاة الفرن وحاجات عظيمة كده طيب ولادك دلوقتي بقى ايه اللي بتحاول تعودهم عليه في العيد والله يبصي هي مامتهم هي اللي بتحاول تعودهم لأن أنا مأثر في حقهم جدا حقيقي يعني وأنا بشكرها وبقولها يمكن هي الوحيدة اللي عايزة أقولها شكرا على الفترة اللي فاتت لأنها بجد استحملت فترة صعبة جدا سنة كاملة صعبة جدا وهي كل سنة وهي طيب فهي بصراحة هي اللي بتحاول ترتب للولاد الحاجات دي وبتزقيني إن أنا أعمل ده هو أنا مأثر أوه مأثر يعني عشان بس نبقى متفين يعني حتى بعض أقول لها أنا ما كنتش أب قبل كده يعني فحاولي واحدة واحدة علي يعني فهي هي اللي بترتب لهم آه وبتزقيني وبتتوجهني إن أنا أعمل إيه آآ يعني أنا الولاد عندي أنا تافح جدا معهم مبدايا يعني يعني طيب دي حاجة حلوة أنت تتقرب لهم دي حاجة حلوة دي براكس مش تفاهد آآ بس ما بعرفش ربي أنا ببوز اللي هي بتعمله ما دي دي المصيبة السوداء آآ دي مشكلة يعني خناءتنا بسبب كده أن أنا ببوز اللي هي بتعمله لا بس برضو يعني خلينا نقول للأب اللي بيدلع معروف أن الأب بيدلع والماء والأم هي شوية بتبقى آآ شديدة معهم آآ شوية صح؟ آآ هيا بتتعمل معي أن أنا ابنها الجبير فدي ربناي خليه كل بعض والله ويعني دي كفاية يعني شكرة لها الحقيقة ده يقول قد إيه أنت مقدر اللي هي بتعمله معاك ومقدر مبهودها بصي لما والدتي توفت عرفت أن الأم عمود البيت مش الراجل حقيقي وأنا يعني عرف ده كويس جدا أو فهمت ده كويس جدا فهيا بصراحة لا يعني إن شاء الله عليها ربنا يديها الصحة يا رب وتستحمل أكتر وأكتر إن شاء الله إن شاء الله طيب قولي سريعا جدا يا شريف إيه اللي جاي فيه فيه خطة واضحة لللي جاي سعيبها على ربنا إن شاء الله يكتب لك كل خير وأنا بحييك وسعيدة جدا أن أنت كنت معي النهاردة ألف ألف هم أبروك مرة تانية على دورك بسوء كنتو ونورتنا في صباح الخير يا مصر ربنا يا خليك كل سنة ومصر بخير وكل الناس بخير وبعتذر لو يعني في العكس إحنا اللي بناتزر أرى لبعتذر والضحي لا خلص شكرا لك طبع الفنان شريف إدريس كام نورنا في صباح الخير يا مصر بسكرك موارا تعني بسي لك